قمنا بتوجيه بعقد اجتماع واختيار مجموعة من الخبراء جميعهم يعملون في شركة الكهرباء الوطنية قمنا بتوجيه كتاب للحكومة بموجب الكتاب نطلب بعض المعلومات التي أرادها الخبراء لغاية الآن لم يرد إجابة من الحكومة حتى اللحظة حتى هذه اللحظة وعلى ما يبدو أن الحكومة يعني ما بدها تبين الأسباب للأسف انفضت الدورة العادية الآن نحن بانتطار الدورة الاستثنائية في حال انأقادها ليس بيد مجلس النواب الأدوات التي تكون موجودة في الدورة العادية وبالتالي الحكومة برأيي تقوم باستغلال هذا الموضوع ولا تفسح عن المعلومات للجنة الخبراء التي تمكنهم من معرفة السابق الحقيقي أنا بتعرف أخي محمد يعني أنا بجوز كنت متحفظ بالبداية ما بدي أصل لنتائج لكن هذا الأسلوب يجب أن يتغير يجب أن يكون هناك وضوح يجب أن يتم إبداء أسباب انقطاع الكهرباء وإذا في خطأ يعني أنا مش راح نقص رقبته يعني وفي خطأ يا أخي اللي أخطأ بتحمل المسؤولية وبنتهي الموضوع بتصير في عيدة ولي بالعالم خطأ لكن شو الأسلوب والطريقة بعدم إعطائنا المعلومات رئيس مجلس النواب حكى مع المعالي الوزيرة قالها بنتجاوبينا على كتابة ما جاوبت لغاية الآن ليش؟ الرئيس تواصل معها الرئيس تواصل معها وطالب لكن لغاية الآن اليوم بالاجتماع قالت سنجيب خلال يومين طبعا إذا بتسألها بتقولك فيه معلومات بالجانب المصري وإحنا مش كل المعلومات متوافرة طيب أنتوا أوكلتوا الموضوع لشركة إيطالية شركة جيزي الشركة باشرت وستقوم بعدادها بعداد تقريرها خلال مدة شهر هل ستشوف تشتغل؟ مش في عندها معلومات؟ وين المعلومات اللي أعطيتوهم إياه؟ أعطونا إياهم نفس المعلومات وخلينا نيجي نعرضهم على لجنة الخبراء الأردنية المرتبطة بلجنة الطاقة ويبدوا رأيهم إذا كان فيه نقط لهذا الرأي بصير فيه حديث وبصير فيه محاورة فيه لجنة من نقاط المهندسين قامت بالتحضير لهذا الموضوع لا نستطيع الحصول على معلومات نص المادة 51 من الدستور واضحة بما فيها بتقول لك رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب في السياسات العامة والوزراء مسؤولون كل منهم أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته طيب مسؤول فارجيني المعلومات عنها شو الطريقة اللي ممكن أجيب فيها معلومات كلجنة الطاقة اللي أقدر أقوم بدوري للأسف الوزارة بهذا البلف وبملفات ثاني غير متعاونة طيب الوزارة غير متعاونة لا تعاون حتى ولا رد على كتاب موجه مجلس النواب رغم انتصار رئيس مجلس النواب نعم الوزيرة شخصيا لغيات الرد على الكتاب نعم واليوم قالت لكم خلال يومين رح تجد انه قد تحدث هناك أمور طارئة خارجة عن الإرادة لكن اللي ما نتفهمه إخفاء المعلومات عنه وهذا ما فيه أي مبرر لإلو وهذا ما يحدث في هذا الملف موجد نظرك على هذا بهذا الملف وفيه العديد من الملفات الأخرى بي